ننتقل بك إلى السوداني ومنها نقرأ عرمان والدقير يبحثان تحويل كتلة الانتقال إلى كتلة انتخابية بحث حزب المؤتمر السوداني ووفد الجبهة الثورية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين طرفين وإمكانية تحويل كتلة الانتقال إلى كتلة انتخابية والتقى وفد مقدمة الجبهة الثورية برئاسة ياسر عرمان بقيادات من حزب المؤتمر السوداني برئاسة عمر الدقير والأمين العام للحزب خالد سيليك وقال الناطق باسم وفد الجبهة الثورية إبراهيم موسى زريبة إن الطرفين أكد أن السلام الموقع في الجبهة سيشكل قوة تدفع قوة الدفع جديدة لفترة الانتقالية وهمية توسعته أو توسعت قاعدة الانتقال بضم أكبر عدد من القوى السياسية الحادبة على مصلحة الوطن وتوحيدها حول رؤية سياسية مواجهة للإصلاح الاقتصادي والسياسات الخارجية والإصلاح في النواحي الإدارية والقانونية كافة كيف تقرأ هذه الخطوة؟ والله أعتقد أن هذا خبر مهم أين الأهمية؟ مهم لأنه الآن أول مرة تريد كلمة انتخابات والتفكير للقوى السياسية في أنها كيف تذهب للانتخابات هذا مهم جدا في هذا الخبر وأنه الآن يعني هذا هو يعني يود أن الفترة الانتقالية تسير بطريقة إنها ستفضي إلى الانتخابات والحزاب السياسية عندما تصبح لديها مصلحة وتحزب عن القوة الانتخابية ستعمل جميعا على أنها تطلع بفترة انتقالية جيدة تقود إلى الانتخابات آمنة ومستقرة فده من هنا أهمية الخبر وأنه المسألة بتاعت الحراك السياسي لما كتل تتكتل الانتخابات الآخرين أيضا سيذهبوا ليبحثوا مسألة الانتخابات فده من هنا بتأتي أهمية الخبر أن نفكر فيما بعد المرحلة الانتقالية وقطعا سنفكر كيف نعبر المرحلة الانتقالية بطريقة جيدة تفضي بيننا لهذه الانتخابات فأفتكر أن طبيعة التفكير الموجودة في هذا الخبر ومحتوى التفكير هو طريقة جيدة ولأول مرة نسمع بهذه الطريقة وتريد أن أحزاب السياسية والقوة السياسية انتبهت والتفتت لمسألة ما بعد الفترة الانتقالية